لم يكن متوقع من أمصار الجنرال علي الغديري لم يكن متوقع ولا من علي الغديري نفسه فعلي الغديري فيما نقلت عنه سليمة المساني دخل في استمرت المحاكمة خلونا نعطيه من المش متابعي القضية أو نساوها أو من هو علي الغديري ولماذا راح موجود في السجن ومنذ ماتا ووقتش كان باش يخرش علي الغديري هو جنرال مجهور ليواء خدم في الجيش منذ 40 سنة هو من باتنا أصله وخدم في الجيش 40 سنة وآخر منصب له كان مدير كان ديراش مدير الموارد البشرية يعني البرسونيل كل ما يتعلق بالضباط بصعودهم، نزولهم، عقوباتهم، أجورهم، كان هو ليزافيكتاسيوم في الغالب، كان هو كان علي الغديري متى غادر استقال هو قال أنه لما وصلت إلى سن تاعة 62 سنة هو من موليد 54 طبقوا القانون لأن القانون يقول أن الألوية آخر سن هو 62 سنة إذا ما كنت قائد أركان ممكن تبقى 64 لكن إذا ما كنت قائد أركان في 62 هذا هو القانون نحن أغلبية الجنرالات اليوم رأى مفيتين السبعين اللي في المناصب المهمة وبعضهم فيت ثمانين فاستقل قال أنا استقلت بعد ما وصلت 62 سنة لكن قبل ما يستقي اشتغل 15 سنة كديراش كديراش وأي مدير الوسائل البشرية واحدة من أخطر المديريات في الجيش يعني تتعلق بكل عناصر الجيش من آخر جندي تخل البارح إلى أكبر جنرال في البلاد البعض ربط وذلك أنه راح آنذاك البعض ربط وذلك أنه سقط في 2015 لأن توفيق كان انتهى في 2015 فحق هذا ليس صحيح لكن مرات الناس تربط في تحليلاتي لآخره هو يقول أنا استقلت وحقيقة استقل يعني لكن في 2018 بدأ يظهر في رغبته في الترشح للرئاسية في 2019 وأجرى حوار آنذاك من بين الحوارات اللي يجراها حتى قبل أن يعلن أجرى حوار مع الوطن مع جريدة الوطن جريدة الوطن طبعاً جريدة الاستئصال جريدة الإجرام الجريدة التي صبت الزيت على النار والآن رأي تحترون الجرس متاحهم يعني لم يعودوا يكتبون إلا ما يوافق عليه الرقيب وخلّاولهم شوية تعد العشرة في المية يستطيعون يكتبوا في حدود العشرة في المية المهم تنقل عنه سليمة لمساني نقلت ما دار في الحوار إذن في 2018 أجرى حوار ومن بين الأشياء قال فيها أنه يجب على نترك البلاد تتهاوى ويجب على الضباط أن يأخذوا مسؤولياتهم اللي رام في الجيش يعني اللي هما أكبر مني سناً وكذا كان يقصد القيد صالح إلى آخره بش ما يخليش العهداء الخامسة تفوت هذا هو اللي حدث فيما بعد هذه هي التهمة اللي رام ديرين هالو قالوا له أنك انتا مسيت بمعنويات الجيش خلينا نقرأ لكم جزء صغير هو للأسف الفرنسية نحاول ولي ذلك ما نطولش فيه باشنا ربما نقرأ لكم جزء صغير تقول لك هنا واشنو هو واش راح ساير له كان المفروض بالمناسبة كانوا اعتقلوا قايد صالح في أفريل إلهي ذكرتي جيدة في أفريل أو الله في جوان كان في جوان اعتقلوا في جوان ودخلوا للحبس بتهمة المساس بمعنويات الجيش مات القيد صالح واختيل القيد صالح وابقى في السجن حكموا عليه في 2021 حكموا عليه ربع سنين وفي 2022 زادوا حكموا عليه نفس السن يعني لما راح دار لكاساسيو دار كما نقوله احنا بالدارجة تكسار الشرع زاد حكموا عليه نفس الحكم أربع سنوات سجن لكن المحامين أو هو ما قبلوش هذا الحكم شافوه ظلم فراحوا داروا لكوسي برام راحوا للمحكمة العليا فالمحكمة العليا هي اللي أصدرت الحكم أمس أو فجر هذا اليوم عزوزو جتا الصباح أصدر حكم ماشي بربعة وإنما بستة لما أحدث صدمة كبيرة جدا له وللمحامين والأنصار لأنه كان باش يخرج فيه جوان كان باقيله الآن أقل من شهر كان باش يخرج فيه 13 جوان لكن هو والمحامين شعره لأنه كان مظلوم وكانوا يعتقدوا بأنه لما يرحوا لمحكمة العليا ربما تبرعوا دير كروار كما يقال على الحكم السابق لكن اللي حدث هو العكس أنه مزادوا له عامين ودروا له عشر سنين الممنوع من الترشح هو من موليد 54 الآن عمره 69 سنة معناها حتى كان يطلق في البعد سنتين يزيد له عشر سنين واللي فيت ثمانية المهم القاضية تقول له أنك متهم ب هذه التهمة المساس بمعنويات الجيش في وقت السلم هذه التهمة ليه؟ هو يقول لها أن هذه التهمة ما هي صحيح وأنا في الحقيقة ما قلته هو رأي أنا عبرت على رأي وأنا لم أكن عسكريا أنا كنت خرجت في 2015 وكنت باش نترشح لأخو وقلت بأن يجب على زملائنا الكبار أو إخواننا الكبار أن يأخذوا مسؤولياتهم لأن البلاد كانت رحلة الهوية هذا الرأي بالمناسبة كان موجود عند كثير من الجنرالات قبل أيام قال لي واحد يعرف مليح الموضوع تعل الجنرالات قال لي هل فعرف الجنرال الخمال قلت له نعرف نسمع به يعني كان أحد كبار المجرمين أعتقد أنه اشتغل أيضا في الحرب القذرة كان واحد من القذيرين إلى آخره قال لي قتلوه هو مش متأكد بطبط وقتاش لكن الاحتمال الكبير 2013 و2014 المهم ظهر أنه مات لكن قال لي قتله قال لي تعرف لماذا قتله قتله قال لي لأنه كرر أكثر من مرة نحن محكمين من طرف إنسان ميت على بوتفليقة فهذه وصلت جماعة بوتفليقة حسب هذا الراوي ليروالي القصة ولا أرى لماذا يكذب قال لي لكداوه لكداوه وطبعا ظهرت فيما بعد أنه مات ليس بصدمة دماغية أو صدمة طبعا الآن كين سموم يشربوك حبة في كاس قلبك يتطرتك قال القلب انتاع هو حبس أو مخه تطرتك أو يعني السموم مبالغين فيها حدود قصوية وكثير من العمليات التي تمت أو بعض الأمور التي المناسب فيها رغم ما لم يتو طبيعي بمناسبة هذا الجنرال الخمال الذي كان واحد من أشغر من الجنرالات والذي لكن خرج رتريت وبدأ يتعبر على رأي ويقول سمعوه قال هذا الذي قال لي قال لي أنا قال هالي في داره وراح باش عنده معاها شغل إحكالوا هذا القصة عموما باش نرجعوا هنا فكان هناك موقف من كثير والحقيقة هذا أنا مثلا قلت سبعين ألف مرة على القنوات وآخرين الناس اللي كانوا يعترضوا على نظام بوتفليقة وعلى نظام نظام الجنرالات بيواجه بوتفليقة خلنا دايما نذكروا بهذا أن النظام نظام عسكري فات المحاكمة إلى آخره من خلال المحاكمة يقول لها أنا موالي للجيش وأنا نحب الجيش والدليل عندي ثلاث أبناء ضباط سمين شوف كيف يستغلوا الوظائف يعني هل لو ما كانش عليه الغديري الجنرال وبعدين ولا الجنرال الماجور ولا هو ديراش هل كان ممكن يكون عنده ثلاث ضباط الآن من كوموندو ونظلع ضباط سامون برتب سامية الرتبة اللي اسمعت ضابط سامي معنى من كوموندو الفوق هذا هذا دليل وهذا ثاني نقول هنا لقدماء الجيش هم أبناء هم دخلوا ضباط سامون انتم ما شوفوا كثير من أبناء كم راح مرمي في الشوارع وربما راح مع دروغ وربما راح لا يجد ما يقول على كل نغلق القوس المهم مصر نقاش هو جدال كبير جدا ما بينه وبين القاضية والمحامين اللي كانوا معا كان بينهم بوشاشي الى آخره في لحظة معينة يقول لها في نهاية المطعف هذه التهمة ما نقول بها وهذه تخم سخيفة ومش صح وهو هنا محق تخم سخيفة بعض معنويات الجيش في وقت السلم مش عارف الكلام هما بجي شادة التعقف ريت يعني لكن قالها على كل حال انا رح نخرج او بقي لي شهر ونخرج اقل من شهر ونخرج بعد تقول له دعني نوريك شهر وتخرج يريد رح موجود الموضوع ربما في المرة الجاية اذا كانت كنا فرصة الى لقيت وقت ربما نترجموه نتكلم بتفاصيل باش نقرر فرنسوية ونترجم الان لكن المهم صراح هكذا مشادات بينه بين القاضية الى اخره وفي النهاية طلب النائب العام عشر سنين ليه واللي معاه واحد اسمه جواسمية دير له معاه ايضا تهمة لانهم يقولون له انه جواسمية وكان عنده علاقات بيك وش جابك به جواسمية عنده علاقات مع ناس في الخارج الى اخر الى اخر فحكموا علي القدير يحكمونه على اساس طلب له عشر سنوات و قاسمي هذا او قاسمي طلب له بروكورجين بعشرين سنة الحكم قاسمي هذا 10 سنين مش موجود هنا في الوثيقة لان هذه الوثيقة كانت قبل صدور الحكم و علي القدير 6 سنين مع 10 سنين الان وش اهم انما اهم شيء لماذا كثيرين كانوا اصلا كثيرين كانوا مستخربين يقولوا هذا علي القدير متاع توفيق وعندوا علاقات قوية بتوفيق وصح بتوفيق وجمح توفيق كيفاش في 2021 عندما كان توفيقي يتمتع في الفيلا متاع شريعة قبل ما يصدر رسميا انه خلاص براء كان قبلها كانوا يرتبوا في الأمور ويرتبوا في الرأي العام والحسابات بيناتهم كان في فيلا في الشريعة وفي الفيلا تاع وفي حيدا لماذا وخال نزار تخال بالطائرة كما تعرفون بطائرة رئاسية بالباسبور الديبلوماسي بالموسيقى العسكرية بالتحية العسكرية هبط في بوفاريك رحولوا كثير من الجنيرال التي حيوا فيه الى آخر كيفاش نزار وتوفيق اللي هما كان محكم عليهم بشرين سنة ونزار هرب الى اسبانيا بينما توفيق سجل يخرجوا وبالعكس بطائركم نشوفوا حاجة اكبر من اللي يخرجوا بينما عليل غديري اللي هو ايضا جنيرال ومن الجنح نتاحهم حسب بعض الناس يبقى في السجل انا كان رأي قلت لمشوف عليل غديري صحيح كان في الفترة توفيق وصحيح تصادف انه راح معان فترة للنفس توفيق لكن هو مش من جنح توفيق وحتى لو كان لو افترضنا انه كان من هاد الجناح او من ذاك الجناح حتى لو كان مانيش عارف مني عليل قدير يرتكب الخطيئة العظمى عند المسيحيين يسموه البشي أورجينال المسيحيين كما تعرفوا ان الانسان عنده خطيئة اصلية ولذلك باش يطهر روح وكذا الى آخر يعني المسيحيين بني على الخطيئة الاصلية البشي أورجينال فالعليل قدير يرتكب الخطيئة الاصلية عند الجنرالات ما هي وهو انه تقدم باش يولي رايس وهو جنرال سابق هذا غير مقبول هذا في الكود غير المكتوب المتفق عليه في النظام العسكري الجزائري ان الرئيس يصنعه كبار العسكر في الستينات والسبعينات والثمانينات كانوا كورونات بداية من الربعة وثمانين بدأوا جنرالات هم الذين يصنعون الرئيس هم الذين يأتون به وإذا لازم الأمر يذهبون به أو يقتلونه بوذياف اقتلوه شادلي بجديد أطحوا به نزار سحبوه بوتفليقة في النهاية أطحوا به حتى عشر أيام لكانت بقيت لما خلها لوجه القيد صالح لما خاف أن السعيد يقدر يستخدم تلك العشر أيام باش يكسروا المهم فهذا هي خطيئة علي القديري ولذلك كون توفيق كون مع نزار كون مع القيد صالح كون ما نشعرف معامل هذي ما يقبلوها لك الجنرالات نعطيكم مثال آخر ونعود ونرجعون بعد للي القديري اليوم من بين الجنرالات اللي رمى مساجين واحد من أقوى الجنرالات كانوا عندما في وقته شد عام تعاموا الخبرات ما بين أبريل 2019 وأبريل 2020 هو بو عز واسين وما لا يعرف بو عز واسين حتى كنا أنا ذاك رفعنا شعارات في الحراك وأنا بكل تواضع كنت اقترحت على إخواننا الحراكيين قلنا أن أبو عز واسين حاب يولي السيسي وأدارت فضايح ليه لأنه بالفعل أصبح قوي بشكل كبير جدا وكنا نريد انتصار الحراك وليس أن يأتينا السيسي بدل القيد صالح أبو عز واسين رفع في السجن حكم عليه 16 سنة لماذا؟ دائل اللي تخم أخرى ما زال ما حكموش عليها أو واحدة منهم حكمولو 8 سنوات لكن أهم حكم اللي صدر خلينا نعطي لكم مقتاش صدر قدروا ترجعولو لمن يبحث الأمور هذي في التفاصيل وراء أبو عز واسيني نعطيكم كافة التفاصيل تعو صدر الحكم في 2021 الحكم على الجنرال وسيني أبو عز ب16 سنة سجنا نافذا في 2 أبريل 2021 حكمت المحكمة العسكرية بالبوليدة اليوم الخميس على المدير السابق لجهاز الأمن الداخلي الجنرال وسيني أبو عز 16 سنة سجنا نافذا كما حكمت المحكمة ذاتها بأحكام على الضابطين لطفي وإسكندر بـ 14 سنة سجنا نافذة فيما حكمت على الضابط ياسين بـ 12 سنة وعلى الضابط نبيل بـ 10 سنة كلهم مخابرات كلهم ولذلك بالأسماء الأولى فقط هو الوحيد اللي بيأسمه كامل لأنه كان معروف الأخرين ما زال يحفظونهم على الأسماء واحد اسماه ياسين واحد اسماه ديجا هذا أنا كنت كلمت عليه هذا ياسين يبدو أنه من أسرة لبس بيها وكان نضيف وإن كان ليخدم مع المخابرات دائماً من السور الوسخ نبيل ولطفي وإسكندر ولكن الحكم الكبير 16 سنة سجن البعز واسيني لماذا؟ هل أنه اسرق؟ لا ما زال مش دائري له هاته ماهل لأنه أراد أن يضعمه ببدل تبون في حين أنه قرار الجنرالات اللي كان أنا ذاك القيت صالح هو الرئيس تاحون قرروا من اللي نحاوبو تفليقة قرروا أن الرئيس هو تبون الحراك ازعجهم قلقهم ما خلمش يديره أربعة جويلة 2019 ألغى إذن ألغى الانتخابات هذه وكانت أول مرة تلغى انتخابات المرة الثانية تلغى انتخابات رئاسية في الجزائر في أبريل 2019 وجويلة 2019 لكن في النهاية تبون لما مرضي قيت صالح كان مريض شوية قبل قبل رئاسيات بوعز زواسيني قرر أن يضع ميهوبي فميهوبي أفضله وعنده ملف كبير عليه تبون الملف عند هيئة الأركاب لكن ميهوبي الملف عند بوعز زواسيني وقرر أن يضع ميهوبي وبعد ما يضع ميهوبي يوطيح بالقيد صالح ويوطيح بكل جنرالات إلى آخره في آخر لحظة وصلوا لجنرالات قيل صالح كان تعبان وصلوا له وقالوا له واذا يضع بوعز زواسيني فأمر بأن يوضع في لزاري وقفوه قيل صالح وقفوه وضعه في لزاري وقال لهم تبون هو ليفوت كنت ترجعوا اليوم 12 ديسمبر 2019 تشوفوا واش كانت تقول قناة العار قناة النهار رانا ذهبين إلى دور ثاني البعض منكم ممكن يتذكر ذلك أو يرجع إلى تلك الفترة يجدها في الانترنت رانا راحل لدور ثاني لما الجنرالات اللي كانوا قرروا مع قايد صالح وقالوا له هاش رايز زواسيني إذن أصدر قرار بتوقيف بوعز زواسيني فيما بعد بعد ما مرتبون إلى آخره اعتذر له بوعز زواسيني وفهمه وقال له ما كانش يقصد إلى آخره لكن ما تلقيت صالح على كل حال ما طولش وقتلوه ثم اعتقلوا بوعز زواسيني اللي كان خطير وخطير جدا اعتقلوه اعتقال هولووذي وكانك في هولوود راي تكلمت عليها ورا هي موجودة في اليوتيوب آبريل 2020 كيفاش اعتقلوه وكيفاش حطو براش دي إلى آخره إذن كي هذا الغديري كي بوعز زواسيني خرجوا على النقطة المركزية لتفقوا لها الجنرالات لما يدلوا لكون كلافتاحوا لديسيدور كما سمهم بوضياف وهو أن الرئيس يعينه كبار الجنرالات وليس جنرال واحد وأن الجنرالات الذين كانوا جنرالات لا يحق لهم الترشح لأن هذا يحدث ثربكاء بالنسبة للنظام لازم نجيبه واحد مدني إلا إذا لم يكن هناك واحد مدني وهذا اللي حدث في الـ 94 بودفليقى موافق على أن يكون رئيس في آخر لحظة ديزيسته هرم ما لا نزار والجماعة قال لك وش نديره قال لا يجيب حط زروال كان يوم هو وزير دفاع المهم هذه الخطيئة الكبرى انتع علي الأغديري لكن هذا لا ينفي أنه كان الجنرال بالنسبة للناس اللي متضايقين ليس سواء كان قريب من توفيق أو مش قريب ولذلك الناس يقولوا الآن علش ما خرجوش توفيق ما يخرجوش ما يقدرش ما يقدر لا توفيق ولا نزار ولا شنغريح ما يقدر أي جنرال يخرجوا لأن هذا هو الاتفاق الرئيسي وهو أن الرئيس يجمع يصنعه كبار الجنرالات أو كبار ضبار ولا واحد يخرج على هذا الاتفاق أما إذا خرج أي واحد فيدخل السجن لأنه لو كان قادر نزار وتوفيق يخرجوا يخرجوا لكن كاي النقطة هنا خلنا نشوفها هيا وشا تهمة اللي وجهت لعلي القديري ما هي المساس بمعنويات الجيش لأنه طلب قال أنا على وطلب في الجزائر ولجريد كان مع جريد الوطن قال لهم ما تخلوناش ما تدوناش جثة لعهداء خامسة لأنهم كانوا رايحين لعهداء خامسة والقايد الصالح كان يقول سنقيم عرس امتخابي وكان ماشي بالعهداء الخامسة روح أرجعوا إلى جنبير 2019 فبري 2019 تشوفوا ما يقول القايد صالح حتى مارس قبل ما يضعط عليه الحراك أسمع وشي يقول نزار لو كانت هذه التهمة صحيحة يعني لو كانت التهمة اللي داروها للغديري كان المفروض تدار نزار أسمع وشي يقول نزار أنتم فقط أيها الأصدقاء الأعزاء من تستطيعون التخلص من الأقدة الغردية المنتفة على إعطابكم إنما يهمنا اليوم هو الجانب السياسي وعلى هذا الأساس أخاطبكم يبدو من غير المنطقة التحدث عن السياسة قبل الجيش لكن مشكلتنا مطروحة بهذا الشكل مع ذلك لو بنت من بضح كلمات عن الجانب العسكري المعادة هي ذات ذات حدين لنحل إذن الوحدة تلو الآخر على حل المشكل السياسي يمهل لحل المشاكل الأخرى خاصة تلك المتعد كان متأكد كثير منكم لم يفهموا ما أريد أن يقول أو ما يقول المهم الخلاص أنت عود عائل انقلاب ضد القائد ضد قيد صالح إلى درجة أن الجماعة في الجزائر يومها هذا كان في جويلية يعني متذكر ومن سبانيا إلى درجة أن مرتبكوا غلقوا اليوتيوب غلقوا الانترنت طلب قائد الجيش السابق وزير دفاع خالد نظهر خائد الانقلاب يطلب انقلاب عسكري للإطاح بقيد صالح وقالها بصالح العبارة قال لهم هذا لازم نحيوه وراه موجود على كل حال الفيديو لمن يريد أن يستمع له كاملا وربما أيضا المساعد سيضعه فيما بعد طيب ماذا حدث لنزار واشتراله حاكموه نعم حاكموه كيف حاكموه كيف حاكموه كيف حاكموه ها وكيفش حاكموه وجب التنويه سيد الرئيس أن بعض القيادات الذين أسليتموهم شهادات تكريب وعرفان لم يتمكنوا من الحضور لدواعي الصحية وستسلم لهم الشهادات في بيوتهم يتعلق الأمر بكل من السيد الرئيس يمين زروال عضو جيش التحرير الوطني ووزير الدفاع سابقا السيد اللواء خالد نزار عضو جيش التحرير الوطني ووزير الدفاع سابقا السيد اللواء محمد مدين عضو جيش التحرير الوطني رئيس نائرة الاستعلام والأمن سابقا السيد سليم سادي عضو جيش التحرير الوطني وقائد لم يكتفو أن يدخل نزار بطائرة عسكرية وباسبورت ديبلوماسي وبالتحية العسكرية زاد عطاولوا أسدالوا هذه وقتا شكالت في 2021 أسدالوا ميداليات عرفان الوحيد اللي كان مريض وما جاههمش أنه صح كان مريض هو زروال لكن هذو كل أخرين قال لك شكون أنا شنغريحة وليجي دي هذا وكانوا ذر عندي كانوا كابرانات عندي ما رحل هو لا توفيق نزار بعدين ظهر بصحت وظهر حتى ربما ركما مش فتوه إذن لو كان كانت صح أن الغدير التهمنتاء هو الدعوة إلى الإطاحة بوتفليقة هذا أخطر هذا دعاء إلى الإطاحة بالقيد صالح بوتفليقة الناس متفقى على الإطاحة به وعلى إبعاده وتمت الإطاحة به في النهاية هذا دعاء إلى الإطاحة بالقيد صالح وطلب جنيرالات يطالبه الإطاحة بالقيد صالح وهو كان سيدهم وحد الوقت نزار إذن ليس هذه التهمة التهمة كما قلت لكم أنه تجرأ أن يخرج على الاتفاق تعالى لا موت تعرفوا أن الذئاب يمشوا يسموهم يمشوا في مجموعة هكذا يصيدوا مع بعض ليخرجهم والذبع ليخرج على لا موت يضربوا ومرة يقتلوه فهو خرج على لا موت خرج على ضباع أو الضئاب وهذا أشرف منهم تسمحنا السيدة التي قلت لا تقرن لهم ليس بالحيوانات وإنما هنا لتقريب السورة وهي أن هذا قرار جماعي ليس قرار فردي هذه المأساة لقديري ولما قال لهم أن يخرج في جوان لقاء باللي هذا ما نرى طبعا لا يخرج في جوان لا ليس سيخرج ليس سيخرج قبل ما يسمى بمتخابات 2024 ونزيد لك عشر سنين نعطلوك نهائيا فهذا تدمير نهائي له وما ينفع لا توفيق لا نزار لا شنجرح لا تبون أي واحد منهم ما ينفع اللهم إلا إذا اجتمعوا جميعا وداروا استثناء قالوا أوكي نحن الآن نستثنيه خلاص هذا ممكن يحدث بالصحب إذا تجرأت وكسرت القاعدة التي تحكمهم وهو أن الحكم لديهم هم من يقررون يكون الرئيس لا لأي الجنرال قادي أن يلبس اللبسة المدنية ويروح له كرئيس إذا تجرأت على ذلك فستدفع الثمن حتى ولو كنت علي القدير اللي عنده ثلاثة أولاده ضباط سامون واللي هو لما كان هو جنرال كان شنجريحا ما زال لتنون كورونيل ولما كان هو هو اللي كان يعفكتي شنجريحا وكل الجنرال اللي موجودين الآن هو اللي يعفكتيهم هو اللي يدرهم ترقية هو اللي يدرهم واني يروحه هو اللي يدرهم هو طبعا مرات بالموافقة مع القيادة العسكرية أيضا هذه هي المشكلة تاو وهذه الأزمة تاو وهذه المأساة تاو وعلي القدير في الحقيقة بالرغم أنه يظل جنرال ويظل عسكري لمدة 40 سنة منها حوالي 20 سنة جنرال إلا أنه لم يفهم لم يفهم طبيعة الحكم مثل ومثل قوم آخرين لم يفهموا طبيعة الحكم إذا كنت ولا تفهم الكود التي تحكمهم القوانين الخاصة السرية التي تحكمهم فيما بيناتهم فأنت ستنتهي إلى السجن إلى شبه جنون إلى أنك تمدح وتبون في النهاية وتمدح العسكر إلى أنك تنتهي إلى أي شيء إلى أنك تلوم الشعب شعب تونس به بالصح ما تكنشعلي إلى أنك أنت ما فهمتش أنت الذي لم تفهم طبيعة المعركة هذه معركة وجودية الشعب الجزائري وليه ما يفهمهاش يقدر قروحه فقط والشعب موش مستعد يخرج على شخص هنا أو شخص هناك الشعب مستعد وخرج في 22 فبرا 2019 من أجل دولة مدنية مشي عسكرية أطاح بالعهدى الخامسة اللي كان يقولوا أخرج ضد توفيق قال لي ماذا استمر لو كان كان آه خارج ضد بودفليقة فقط والعهدى الخامس لماذا استمر الشعب وأفسد عليهم رئاسية ربعة جويلية لأنه كان عارف خرج وقال يتنحى وقع ثم خرج وقال مخابرات عسكري إرهابية تسقط المافيا العسكري لماذا يفهمش هذه وهو يدعي أنه معارض أو يزعم أو هو معارض حقه يغرق برك ينتهي برك وقد يدفع من صحته ومن عقله ومن أشياء كثيرة وقد ينسحب وطبعا يجب أن يبحث وين يمسح الموس الشعب هذا وما تديرش نا 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 مش شعب الشعب دار لي عليه وما زال يدير لي عليه لكن لازم تكون الصورة واضحة عنده الشعب أما إذا شافك متلاعب هنا أو هناك ومش عارف وجهة هذا ما تنسحلوش لكن العصابة حاكمت عليه القديري لأنه يخرج على الكود كما الكود نتعى المافيا عندها كود اللي يخرج يعطوه هذا اللي يخرج يسجنوه أو يقتالوه لكن بطرقهم المتعددة